اهلا بكم مشاهدين مرة تانية ومستمرين فقراتنا معاكم في نهارك سعيد ومنحب نفكركم ان الفتاة وفقراتنا او فتاة وفقرة عايز يشوفها ممكن تشوفونا على اليوتيوب شانل بتاعتنا نهارك سعيد كلمة واحدة باللغة الانجليزية ومكان العين رقم 3 باللغة الانجليزية وممكن تتواصلوا معانا على تويتر او على الفيسبوك نهارك سعيد برده فقرتنا دي عايزين نأكد فيها لان احنا فوسط ثورتنا وفوسط الاحداث اللي بتاع الصار مفروض ان احنا ما ننساش بلدنا وننسى الاثار بتاعتنا وننسى الحاجات اللي ممكن تبوز في النص وما نبقاش وغدين بالنا فقرتنا دلوقتي هتكون عن شارع المعز وفيه كرسة حقيقية في واحد من اهم شوارع مصر بعد ما غرق بمياه الصرف الصحي وهو شارع المعز اللي بيقع في اكبر المتاحف الاثارية الاسلامية بيرجع تاريخ هذا الشارع الى سنة 969 ميلادية منذ انشاء القاهرة الفاطمية وهو حدوده باب النصر وباب الفتوح شمالا وشارع باب الوزير جنوبا وشارع الدراسة وبقاء اصوار القاهرة شرقا وشارع بورسعيد غربا شارع الموازن الديني للفاطمي يحتوي على مجموعة من الاثار والقيم التخطيطية والمعمارية اللي بيرجع تاريخها لعصور قديمة مختلفة منذ انشاء القاهرة الفاطمية والعصر الايوبي وعصر المماليك البحالية والمماليك الشاركسة كلها عصور بنسمع عنها تاريخيا وهي فضلت العصور الوسطى وتنتد من القرن العاشر حتى القرن السادس عشر الميلادي وثم الحكم التركي واللي خلف العديد من العناصر ويمكن كان محمد علي باشا من مؤسس الدولة المصرية الحديثة هلونا نتكلم عن تاريخ شارع المعائز الديني للفاطمي وكمان نتكلم عن المشكلة اللي فيها هيكون معنا الكاتب الصحفي والستاذ عالي القماش هنعرف منه التفاصيل سواء الخير شارع بالقيمة التاريخية دي ازاي يوصل به الحال انه يغرق بمياه المجاري بارتفاع متر واخر خبر عارفناه انه الحمد لله مية شاركة مبارح بس اكيد اكبر شارع فيه اثار اسلامية في العالم لما تطلع في معاية مجاري الارتفاع متر اكيد الاثار بتتضرر اه هو شارع المعائز الشبكة الصرف الصحفي مقسومة اثنين الجزء الاولاني من المدرسة بتاع الاشرفية لحد مدحف النسيج اللي هو اصلا سبيل محمد علي ده يصب على شارع الازهر الجزء التاني من سبيل عبدالرحمن كتخده لحد باب الفتوح يصب على شبكة تانية بتاع شمال الجمالية الشبكة بتاع الازهر منصبها اعلى من شارع المعائز اي عطل مع عدم وجود صيانة وانا باكد على عدم وجود صيانة دي بالفعل بيسترد المية لشارع المعائز تاني تاخد معاها المدرسة الاشرفية والمدرسة الظاهرية وجامع المطهر والمجموعة الصالحية وقبة الصالحة ومجموعة الوون باكملها ومتحف النسيج ده كل ده اه وجامع برقو كل ده غرق كل الشارع برتفاع متر غرق متوسط عمر الاثار دي قد ايه فهمت يعني بتاع سبعمائة سنة سبعمائة وخمسين سنة سبعمائة سنة اه المتوسط فيه اقدم من كده وفيه اهنا بيقول المتوسط اللي هو العصور الوسطى لكن هي اصلا ده متحف ابداع صدفة اني مدير متاحف اليونسكو جاي يعمل تقرير على شارع المعز على اساس انه متحف مفتوح هل تأثر بعض الصورة ولا مازال متحف مفتوح طب هو السؤال بعد المجاري بقى بارتفاع متر تأثر ولا ما تأثرش لا هو هنا من حسن الحظ ان قبل ما ييجي بيوم كان حصل معركة في شارع امير الجيوش فيها ضرب نار معركة اه وقبلها معركة مات فيها واحد بلطجية معركة اه في الشارع الاثاري في الشارع متفرع منه اه جنب بين الاصرين اه وتاني يوم ما ماشي حصل الانفجار بتعصر طب ده يعني دي نداءات لوزارة الداخلية ولوزارة السياحة ولوزارة الثقافة اه فين دور تلات وزارات والمحافظة والمحافظة القاهرة فين ادوار يعني في حد جيه يعني مين اللي رفع المياه طب هل الاثار دي هتترمم ايه ايه الخطوات اللي جاية علينا ولا ما فيش حاجة من الكلام هي المشكل ان المشكلة متكررة يعني ممكن انها تحصل لان المنسوب اوطى اه ولان برضو حتى في جامعة القضاء عبدالباصد تحطين مكنة لسحب المياه على طول مجرد تعطل تحصل نفس المشكلة ويغرق الجامعة رغم الفلوس المحطوطة في الترميم طب هي اتكررت قد ايه كم مرة المشكلة دي حدد ايه مش المشكلة في شارع المعز بس يعني انا عندي بيت السناري اللي هيتنقل فيه المجمع العلمي منخفض منسوبه عن شارع برسعيب في السيدة متر عندي طريق المحجر من جامعة المحمودية في القلعة يود اكبر الشوارع لو يكلها عن شارع المعز شارع باب الوزير وشارع سوق السلاح ماشي مليانين عشرات الاثار تمشي فيهم المجاري ما تتشالش طب ايه حلها يا فندم يعني حل المناسيب دي ايه لا مش ناحية حلها ناحية محافظة القاهرة دي ما بتشتغلش المحافظة دي حاجة دعائية وهمية يعني انا في امتداد شرع المعز لولا اسم شرع الاظهر يعني تاريخيا جامع الغوري هو في شرع المعز لان كان كل واحد يجي من الصلاطين عايز يقول ان انا زي زي بالظبط في معبد الكرنك كان كل واحد يجي من الفرعنة يضيف فيه كل واحد من الصلاطين يجي يبني فيه طب الغوري بنى في اول شرع المعز امشي من الغوري ورا لأظهر لحد بدزنا بخطونا تلاقي اسوأ من الصرف الصح انا عندي سبيل قايد باي ده لاحية الدراسة بيت زينب خاتو لاحية الدراسة لا مش الدراسة اه انا انا هو ورا الازهر بالزر هذا مستشفى الازهر اه اه عندي سبيل قايد باي ده مش قيمة تاريخية بس ده قيمة حضرية ليه لان ده سبيل لشرب الحيوانات لما يكون سبيل لشرب الحيوانات وفي الزخارف دي ده دل على ان كان فيه تقدم الانسان فوق الوصف ولما تيجي اليونسكو هي اللي اترمموا على نفقتها ويجيب اكبر المرممين بكادة صالح لمعي ويترمم وبعدين يتفل طب طب خلينا نكمل الصورة اه اه حضرتك قلتلي كمان ان المشكلة مش مشكلة صرف صحي بس ده فيه مشكلة قمامة كمان ما هي دي مشكلة القمامة انا بقول لحضرتك مقفول السبيل عشان سندق القمامة بتاع النظافة والتجميل طب محافظة القاريرة محطوطة على الباب اخر ما زيقوا افلوه تدخل قصاده مجموعة تبده المجموعة تخش سايحة طراب تسأل مدير المنطقة يقول لك اعمل ايه هادي هو مكتبات لمحافظة القاهرة مالهاش حل مبتردش علينا اجيب قولت عين عمال عين عمال منجرد استلموا قرار التعيين رفعوا قضايا ان احنا مقهلتنا اداب وتجارة وكلام من ده دي كنا خدع عاملنا فبقى ما فيش عمال نظاف يجيبوا شركات خاصة الشركة الخاصة تقول لك اخل تسعة تلاف على الموقع الواحد هيجيب فلوس من هين فبالتالي يبقى داخل الاماكت آآ قذرة وبرى الشوارع الشارع وراء جمع النظر بيعجه هو شارع سياحي بيعجه بالكمامة غير معقول هذا الكلام كتب وتقال في مرة واثنين بصرف النظر بضل النظر فانه عندنا هو شارع سياحي احنا نكلم على القيمة التاريخية قدام المشهد ده احنا عندنا الجهات المسؤولة مين؟ محافظة القاهرة وزارة الثقافة وزارة السياحة وزارة الاثار وزارة الاثار آآ طيب مين فيه متحرق؟ مفيش حد يعني يعني سحب المجاري ده تم عن طريق مين؟ طيب عن طريق عن طريق شركة الصرف الصحي آآ وللأمانة للحق يعني يحسب لمفتشة الاثارة منطقة صيرو للفجر يعني كلهم حضر من بيوتهم للفجر ده حقيقي يحسب ليهم طيب بما انها تكررت وانه تم الترميم وده حصل تاني بعد كده طيب ايه اجراءات المطلوبة؟ الاجراءات المطلوبة ببساطة من مين؟ اي اي حاجة في الدنيا صيانة ومحافظة القاهرة بحاجة في الدنيا اسمها صيانة لكن انا يتساب لما يتسد ويغرق الشارع يعني لو ان انا المشكلة ان انا انا الاول وانا وقالا عملت المشروع بمنسوب اعلى من منسوب اضعف الامن يعمل لصيانة لكن هو ما بيعملش صيانة غير لما تحصل المشكلة يسلكها ترد تاني وهترد تالت وعاشر لان هو ببساطة المفروض يعمل صيانة شهرية يعني انا لما سألت في المنطقة قاله اخر صيانة من خمس سنين ورغم انها حصلت قبل كده يعني ايه ده غير غير معقول يعني هما في هذه النقطة عديم الاحساس بالمسئولية لان ده اشهر الشوارع وده ما تحف مفتوح ولا يجوز ان يحصل فيه لما يكون انا عندي في شارع سوق السلاح مقفول بالكامل بالكمامة وعندي شارع بقى بالوزير مقفول بالكامل بالكمامة وعندي ده شجع ناس يبنوا في حرم الاصر وراء التكية المولوية في شارع السوفية ووراء جامع المرداني وهو احد كان لسه بيبن في شارع المعيز غير معقول يعني ده المسألة بقت فوضى خالص يعني شجع اللي هم عايز يبلطج يبلطج اللي عايز يبني جنب الاصر يبني مبعوث اليونسكو كان ايه رأيه في الوضع وانا بقول من حصد الحظ ان مبعوث اليونسكو ما شافش ده ولا ده يعني لا شاف المشاجرات ولا شاف الصرف ده جاء يعني دي عناية إلهية نجي من الاتنين كان ممكن يبقى ايه موقفهم لو كان هيعمل تقرير اليونسكو ان هذا ليس مفتح متحف مفتوح ولا يجوز ان هو ان احنا اشرفت على الاصار وكان هم عندهم بعض الانتقادات لترميم الاصار يؤكد ان اللي بيحصل ده تهريج لا يعني سمعة اصار مصر في اليونسكو اللي هي اكبر مؤسسة دولية معتنية بالاصار والثقافة هيبقى تقريب سيء هيأثر على سمعة مصر وعلى سمعة اصار مصر وعلى سياحة مصر عندنا مشكلة وحاجات كتير قوي مؤسرة علينا لكن في سؤال تاني هل وزارة الداخلية لها دور بما انه عربات النقل كمان بتعدي في الشارع انه عربات النقل بتدور على ما انافهم ايا للامانة ابتدى يبقى في تواجد امني عربية دورية يعني عربية واحدة للشارع اه لا يعني فيه فيه نقطة اه يعني لكن الى حد ما لكن انا دلوقتي لما يكون ما افرد ان انا مناعت الشوارع وعندي ضرب نار وسنج انا لو سايح ده العربيات اللي ماشي دي اهوى يعني انا لو سايح ماشي وبتلاقي عندي ضرب نار حي وفيه اتلة وفيه بلطجية وسنج انا ادخل ازاي الشارع يعني طب انا رايح دمار اه السايح مش مستانع لامر بالضبط كده يعني انا انا قلي دخلني في المعركة دي لكن فيه عربيات بتعدي انا شوفت فيه عربيات بتعدي مباح طيب طيب استاذ علي ختمان لكلامنا حضرتك هديها حضرتك لهوا تلاتين ثانية وجه رسالتك للجهات المعنية المطلوب منها انها تتحرك ختمان لكلامنا عشان يبقى كلامنا واضح كلامنا موجه لمين من المسؤولين ومطلوب من نوعين لمحافظة القاهرة يتقوا الله في اثار مصر ويعتنوا بالنظافة لوجه الله والوجه البلد والحضارة البلد وان تبتعد السياحة عن مجرد يفط التنشيط السياحي وهي لا تعرف اي شيء عن السياحة وان تكون القصار على ارض الواقع ادي اللي انا بطل الكتب الصحفي نورتنا فنم نتمنى نلاقي استجابة من مسؤولينا ويعني نصحصح شوية عشان نلحق اثرنا قبل ما نلاقيه نورتنا فنم مشاهدين دي كانت ناية فقرتنا فقرتنا فنهارك سعيد مستمرة بعد الفصل تابعونا